بسم الله الرحمن الرحيم نحمد إليكم الله ونصلي ونسلم على رسوله ومصطفاه محمد بن عبد الله وبعد فيسرنا في تسجيلات الاستقامة الإسلامية بالرياض أن نقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان الرؤى والأحلام الحلقة الثانية لفضيلة الشيخ يوسف المطلق جزاه الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد ورد في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى سأل أصحابه فقال هل رأى أحد منكم من رؤيا فيؤولها صلى الله عليه وسلم لأصحابه أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فمسألة تأويل الرؤى هذه مسألة علمنا إياها صلى الله عليه وسلم ودأب عليها كثير من الصلاة في الصالح ولعل من أشهرهم محمد بن سيرين رحمه الله تعالى لقاءنا يتجدد هذا اليوم مع الشيخ يوسف المطلق جزاه الله خيرا الذي تكبد المشاق وأجل كثيرا من اتباطاته بسبب رغبة الحضور إقامة لقاء ثاني حول تأويل الرؤى ولأنها كثيرة أسئلة الأسبوع الماضي فسنعرض أسئلة الأسبوع الماضي وإذا بقي متسع من الوقت نأخذ أسئلة هذا اليوم فليتفضل الشيخ جزاه الله خيرا ونحبا نبدأ في الأسئلة مباشرة إن لم يكن عند الشيخ مانا بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والتسليم على المصطفى وعلى آله وسلم تسليما كثيرا وبعد فإن فاقد الشيء لا يعطيه وإن غالب الناس ينظرون إلى مسألة الرؤى نظرة عابرة بينما أن الرؤية ثبت عن النبي صلوات الله وسلام عليه أنها جزء من ست وأربعين جزءا من النبوة ولما انقطع الوحي بقي المبشرات وفي آخر الزمن تتكاثر الرؤى وعلى قدر صدق العبد تصدق رؤياه ولا شك أن الرؤية تبين مسارا للعبد ليس لتغيير دينه إلا إذا كان على ضلال فقد تبين له نورا يسير به والرؤية فيها استعداد نفسي وهي خير للمؤمن مهما أفزعته الرؤية وبشارة الله إما بالأجر والثواب على قضاء وقدر وإما بتحقيق رزق بغير حساب أو أمل منشود ولما كان الرب تبارك وتعالى قد هيأ للإنسان هذا الفكر وجعل له طاقة محدودة فإن المفاجعات العظيمة قد تغير حياة الإنسان إلى غير عقل على سبيل المثال الفجعة الأولى تعطي الإنسان وجوارحه العقلية وقلبه استعدادا للاستقبال فإذا فوجع الإنسان فقد يحدث له ما لم تحمد عقباه وهذا الأثر النفسي يكون أيضا فيما يفاجأ به العبد فليس كل واحد يملك الإيمان القوي حتى يكون مستعدا في حياته لما يجر الله عليه فمن المكارم الإلهية أن الله جعل هذه الرؤى تهيئة نفسية للإنسان ولو نظرنا إلى بعض المصابين لو جدنا إصابته بسبب رؤيا علقت بفكره لم يجد لها حلا وقد يصاب بمرض أو يصاب بضعف همة في أمر من الأمور في هذه الحياة لكن الله تبارك وتعالى قد هيئ للعباد ما ينتفعون به في دينهم ودنياهم ولكي نجد التحقيق النفسي في هذا الشأن فلو قيل لموظف صغير وفوجئ بالمرسولين إليه وهو يأمل مرتبة صغيرة فوق مرتبته ففوجئ وقيل له قد صدر العمر بتعيينك كوزير في البلاد أو برجل عامل كان أحفر عند سيد الله فلما ضرب بفأسه وقع على كنز عظيم ففي هذا الحال قد يتغير عقله أمام هذا الفرح ويفقد سابقا ولاحقا ولا يستفيد من حياته وفي مقابل ذلك أيضا الرعب عندما يصاب العبد بالخوف فقد يهلك لكن الرب تبارك وتعالى بيّن أن الابتلا بشيء ليس بكلية الخوف قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف هذه القاعدة التي الفرح والسرور فلو أن رجلا قيل له الحمد لله على سلامة نفسك ولعل الأهل والولد بخير إن شاء الله أصبح عنده من الاستعداد النفسي ما يتقبل ما سيكون ثم بعد ذلك قيل نظن أن الأهل والولد أو الولد والأهل قد مضوا إلى الله يا ذك من العجر والثواب فهو يتقبل هذه المصيبة باطمئنان لكن لو فوجأ وعاد إلى الأهل والولد إنا بالله عائدون للجميع ونسأل الله العافية فوجد المال والأهل والولد رمادا في هذه الحال ما كان عنده من استعداد إلا ما استثنينا ممن أكمل الله لهم الإيمان ففي رؤيته لهذا الواقع قد يفقد عقله لكن إذا تعملنا وجدنا أن الرؤى هي بمثابة تدرج له فيما سيأتي إلى العبد فهي للمؤمن طيبة سواء أفزعته أم لم تفزعه ولنسمع قول الباري تبارك وتعالى في هذه القاعدة قال تعالى ما عصاب من مصيبة في العرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ثم بيّن الحكمة فقال جل وعلا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فقور ومن هنا بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤية على ثلاثة أحوال أما الحالة الأولى فهي حق وأما الحالة الثانية فهي حديث النفس وعما الحالة الثالثة فهو من تحزين الشيطان أي الحلم ونكتفي بهذا القدر لنستمع إلى أسئلتكم إن شاء الله تعالى نرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا أجمعين فيما نسمعه وفيما نقوله وفيما نفعله ولكافة أولياء أمورنا بالتوفيق والبطانة الصالحة وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم جسليما كثيرا جزى الله الشيخ خير الجزاء ونبدأ في الرؤى هذا سائل يقول إلى فضية الشيخ يوسف المطلق حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أنا شاب أطلب العلم بفضل الله على يدي شيخنا العلامة عبدالله بن جبرين حفظه الله وقد رأيت قبل أسبوع تقريبا يعني قبل أسبوعين أو أقل رؤيا كان لشيخنا دور فيها رأيت أني جالس وعلى يميني صاحب لي وأمامنا رأيت شيخنا عبدالله بن جبرين جالسا وقدم لي فنجان شاي ولصاحبي فنجان آخر ثم نظرت إلى فنجاني فوجدت شاي فيه ليمون وفنجان صاحبي ليس به ليمون فأخذ شيخنا فنجالي وشرب منه قليلا ولم يشرب من شاي صاحبي وبعد هذا بقليل تقطعت الرؤيا فما تأويلها وجزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم هذا شاب يطمع بأمر مساعدة لا أعلم هل هي هذه المساعدة مساعدة مالية أم مساعدة معنوية ولا يلزم أن تكون من فضيلة الشيخ بن جبرين ولكن البشرى له بأنه سيتحقق له بعض الشيء ليس ما أراده كلا وإنما الصاحب سوف لا يحصل على شيء إنما شاء الله نعم امرأة توفيت في حادث سيارة وقد رأتها أختها في المنام حيث رأتها أنهم جالسين على مائدة طعام ويأكلون والمرأة المتوفية تنظر إلى أختها التي رأتها وهي تبكي أي المتوفية حيث عيناها محشرة بالدموع وبعد مدة رأتها أختها التي رأتها في المرة الأولى وهي في الجنة وقد زادت بالعافية والسرور والبشر آمنوا تفسيره جزاكم الله خير هذه المرأة ستحصل على شيئين أمل في نفسها لا أعلم عن حالتها هل هي متزوجة أم غير متزوجة فإن لم تكن متزوجة فستتزوج مشيات الله سريعا وإن كانت متزوجة وهي تأمل الحمل فسيتحقق لها بمشيعة الله وأما بالنسبة للمرأية وهي الميتة فهي ستفرح بدعاء يجري لها غير ما كان في السابق بمشيعة الله تبارك وتعالى يقول أخبرني أحدهم أنه رآني أنا وإياه في مكان فسيح جدا ممتلئ بالرجال الذين يلبسون ثيابا بيط وفي هذا المكان ما يشبه المظلة جلست أنا وهو تحتها هذا رجل سيوفق للجلوس في حلقة ذكر وينتفع بذلك بمشيعة الله رأى أحدهم أن امرأة قريبة عارية تماما علما أنه يعيش عند قريبته هذا رجل أجنبي عنه وعنها رأي المرأة العارية له معاني كثيرة فإن كانت ملتزمة فهي قد أثيبت بالإكرام لهذا الرجل وإن كانت ليست ملتزمة فتحتاج إلى نصح وإرشاد رأت امرأة كانت مملوكة لأبيها واعتقت فرأتها في المنام مرتين الأولى طلبت منها سكين والأخرى طلبت منها مكحلة هذه المرأة المملوكة يظهر أنه قد غفل عن الإحسان إليها كالسكين تمثل إعطاءها من الصدقة أو الإحسان للحاجة وأما المكحلة فإنه يأتيها شيء يسير منهم لكن لا يقدر بشيء يكفي لشعنها يقول رأيت فيما يرى النائم أن البلاد احتلت من قبل اليهود ورأيت أن عشر من الشباب الضالين عن طريق الحق شاركوا في الحرب ضد اليهود بعدما التزموا ولكن بعد الحلم بعدة أسابيع مات أحدهم حقيقة فما تفسيرها عندك جزاك الله خير إن صدقت هذه الرؤية فسيتحقق بعد فترة يشبه أن تكون فترة طويلة عودة القدس إلى المسلمين بمشيعة الله تبارك وتعالى الله يقول فضيلة الشيخ يوسف المطلق حفظه الله أرجو تفسير هذه الرؤية وهي أني رأيت في المنام أني متعلق بخشبة وهي الطريق الوحيد من المملكة إلى مصر ثم توسطت ثم توسطت الخشبة ثم أدركني الموت ثم رأيت أن القيامة قامت ثم رأيت أن المكان مسود بي ثم رأيت أني في الجنة ثم رأيت أبي وأخي الصغير ورأيت أحد أحدا من شباب جماعة المسجد واسمه خالد من المتزمين السائل هذا له صاحب منافق وسوف يتخلى عن هذا المنافق بعد فترة من الزمن وسوف يلتزم هذا الرائي فإن كان ملتزما فسوف يتزوج وإن كان متزوجا فسيجعل الله على يديه خيرا لهذا المنافق بالهداية وأما رؤياه بأنه في الجنة فهذا تحقيق زواج إن لم يتزوج فسيتزوج وإن كان متزوجا فسيتزوج امرأة أخرى بعد فترة طويلة من الزمن لكي لا تغضب زوجته إن كانت تسمع يقول فضيلة الشيخ رأت أم لولد 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 لها مستقيم على طاعة الله أنه قد حلق لحيته في المنام وهو مسؤور بذلك وهذه الرؤية قد رأتها ابنتها وإحدى الإبنتين رأت في نفس الرؤية أنه حلق لحيته وقد ظهر منها شيء قليل وهذه رؤية أخرى لنفس الشخص رأت إحدى أخواته أنه تخلف عن صلاة الفجر ثم جاء أبوه فأخذ يقطعه قطعا ثم وضعه في طشت فأخذته امرأة من أقاربه وجعلته على رأسها تبحث عن من يصلي عليه تصعد به السلم وتنزل امرأة ترى بكثرة ثعابين في المنام مع أنها لم تجد منهم ضرر فقط يخرجون عليها يخرجون عليها ألسنتهم وينوون عظها الرؤية الأولى أنه حلق لحيته إن كان شابا فهو محتاج إلى مال وإن كان موظفا أو تاجرا فسوف ينفق ماله في شيء ينفعه والرؤية الثانية الذي تخلف عن صلاة الفجر وجاء أبوه وقطعه نعم وحملته المرأة في طشت وبحثت عن من يصلي عليه هذا بحاجة وباضطرار إلى شيء من المال إن لم يكن الآن بحاجة فهو سيكون بحاجة عن قريب لأن الرؤية الأولى مما تعيد الرؤية الثانية ولكن إذا كان كبيرا يمكن أن تقام قضية ضده ولكن الخطر على المال ولا خوف عليه بمشيعة الله أما المرأة التي ترى بكثرة ثعابين في المنام فهذه امرأة إن كانت تخرج للأسواق فهؤلاء الذين ابتلوا بمرض في قلوبهم يلاحقونها وإن كانت ليست من هذا الصنف ولا تخرج فهي عليها ديون تحتاج إلى سدادها وإن لم يكن وهي امرأة جميلة فهناك من يحسدها فلتتحصن بالورد بمشيعة الله إن كانت في التعبير الأخير فلتتحصن بالأوراد والورد يكفي قليله عن كثيره وكثيره أعظم من قليله أما القليل سورة الفاتحة آية الكرسي آخر سورة البقرة انتيسر قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس تقرأها صباحا وتقرأها مساء ففي ذلك تحصين لها بمشيعة الله تبارك وتعالى لها ولغيرها يقول فضيلة الشيخ أرجو تفسير هذه الرؤية تزوجته منذ أسبوعين ولم يكتب الله الاتصال بيننا جنسيا ثم رأيت في المنام كأن هناك أكرمكم الله والمسجد والملائكة أن هناك قطة وأن أحد القطة صغيرا وكان يريد أن يجامع إحدى القطات ولكنها هربت منه ثم إذا بالقطة الكبير يمسكها ويأتي بها للقطة الذي هربت منه ثم تستسلم له القطة أي للقطة الصغير وهذا بمرأة مني ثم ذهبت وإذا بمرأة قبيحة المنظر عجوز تريدني عن نفسي ثم هربت منها جريا سريعا فما لبثت أن اقتربت مني وهي تريد أن تعمل شيئا لي بيديها ثم ابتدأت أقرأ آيات السحر التي في القرآن وأنفث في يديها ثم عجزت عن عمل ما تريده بيديها ثم صحوت من نومي وفي مرة ثانية بعدها بأيام رأيت كأني أكرمكم الله في دورة مياه وكأن عندي حيوانات وإذا بثول أسود كبير جدا قد أدخل رأسه مع الباب وهو يريد الدخول عليه وإذائي ثم أخذت أضربه بيدي وهو لا يحس بضربي وما منعه من الدخول علي إلا لكبير جسمه حيث لا يتسع له الباب وأردت الاستنجاد بالمسلمين ولكن ليس حولي أحد ثم استيقظت من نومي علما أن زوجتي قد رأت في المنام أن أحدا يدخل البيت ولم يتضح عليه إن كان إنسان أو جنية ولم تستقر أكرمكم الله إلا في الحمام ولم يستقر إلا في الحمام وكانت تحس بخوف شديد منه وعندما تقترب من الحمام وأتت إليه امرأة لم تخف منه واستيقظت من النوم وبعض الأقارب والأصدقاء يقولون لزوجتي أنهم رأينا فيكي في المنام رؤية على حال سيئة وخاصة في الحياة الجنسية ويقول رأيت أو آخر يقول رأيت في المنام أخي المتوفى وهو يقول لي لماذا تعطي الناس ولا تعطيني الرجل أحد أمرين إما عمل له عمل لكن العمل ضعيف بحسب الرؤية وإما أنه حسد وهو الأولى والحسد على عدد القطط وبالرؤية ما يبشر بالخير وهو أنه يبحث عن قر لا يأخذون درهما ولا دينارا يبحث عن قر بعدد القطط ويقرؤون ما بين سرته وما بين فقيديه ينفثون نفثا عليه سبوعا سبوعين ثلاثة سابيع إلى سبعة وعشرين يوما وبإذن الله ومشيئته سوف يزول عنه هذا البلاء هذا هو معنى الرؤية أما قضيته في الرؤية الثانية وقضية الثور الأسود فيظهر لي أيضا أن الرجل ليس فقط معاقا عن أهله بل أيضا عنده كسل عن طلب الرزق فهذا هذه الرؤية بشارة له لأنه سوف يعينه بعد الله تبارك وتعالى رجل سيد قوي وسيعينه ويفتح له في أمور دنيا وبالنسبة إلى قوله أن زوجته أيضا رأت كأن إنسانا أو جنيا وثم استقر في الحمام فهذا واحد من أقاربها سيحسن إليها الله أعلم بالإحسان إلا أنه يظهر لي أن الإحسان من قبيل المادة وأما رؤية الأقارب والأصدقاء أنهم يرون المرأة في حال سيئة وخاصة في الحالة الجنسية فبشر الإثنين بأن الله سيزيل عنهما هذا البلاء بعد فعل الأسباب بمشيئة الله تبارك وتعالى أما بالنسبة إلى رؤية المتوفة وأنه قال تعطي الناس ولا تعطيني فمعناه تصدق وليس معنى الصدق أن تكون للميت ولكن معنى تصدق لأن الصدقة تدفع البلاء ولأن الصدقة تعالج البلاء في السماء فلابد مع فعل الأسباب أن يتصدق أيضا يقول يا شيخ إذا كان الإنسان يرى كثيرا في منامه أنه يصلي جماعة إماما أو مأمومة فما تعبيرها هذا رجل فاعل خير إما للنفس وإما لغيره بالإحسان وأغلب الضمان أنه يفعل سبب لغير بسداد دين أو أنه يخطب امرأة لآخر يقول قد رأى أحد الأصدقاء أنني وهو نمشي ومطرا يسقط في ليلة مظلمة المخيفة إن كان في أثناء المطر يخاف فلا خوف عليه وإن كان في أثناء المطر مطمئ ومسرور فهو سيأتيه مساءلة ليوم أو يومين أو ثلاثة وليس عليه من خطر وليست الرؤية أيضا مفزعة يقول فضيلة الشيخ أو تقول أنا طالبة وموظفة في أني واحد وأم لطفلة أعرض لفضيلتكم رؤياي لتأويلها مما آتاكم الله من علم نفعنا وإياكم المسلمين أجمعين بعلمكم وجذاكم الله عنا خير الجزاء وجعله في موازين أعمالكم إنه سميع مجيب أما الرؤية فهي أنني رأيتم منذ سبعة أيام ليلة التاسع والعشرين من شهر جماد الثانية في المنام وكأنني راكبة مع أخي عبد الرحمن في سيارته ودار بيننا حديث عن اتباع أنظمة المرور قدمت خلالها نصائح عديدة لأخي عن أهمية الالتزام بتلك الأنظمة ومخاطر الإعراض عنها أو تجاهلها ذلك أن أخي كان وقتها فاقل لرخصة القيادة واستمارة السيارة وبعد ذلك توقفنا أمام أرض رحبة لا أعلم كيف نزلنا من السيارة حتى وقفنا أمامها وكانت أرض غريبة كل الغرابة ذلك لما كانت تحميلهم من الجثث جلهم من الصبيان الذكور وفئة قليلة من الرجال الكهول وكانوا في أوضاع متباينة فمنهم المعاق ومنهم السليم وكانت هذه الجثث وسط ماء متسخ به بعض الأخشاب والأعواد الرفيعة وكلهم عرايا كما خلقهم الله فأخذت وأضرب لأخي المثل بهم وكأنهم نتيجة حوادث السيارات وكان من بينهم طفل يتنفس فكنت أسرق في أخي وأقول إنه حي فكيف يوضع هنا وكذلك رأيت أطفال من أعمال مختلفة لا يتجاوز أكبرهم الحادي عشر وهم أحياء وكان هناك بعض من إخوتي أمام هذه الأرض وهم منصور وعصام وصالح وكان عصام يقلب في الجثث هو ومنصور وهو يتعجو من حالهم وخاصة أحد الأطفال منهم كما رأيت طفلا وسط هذه الأرض وليس من أهلها يستخرج جثة طفل حي من بين الجثث ويعمل على إزاية الأوساخ منه وغيرها من الأحوال الغريبة لهؤلاء وكان بجوار نهاية هذه الأرض يجلس أخي منصور وهو يأكل من إناء عميق مملوء بالقرصان المطعم باللحم والأرز وكأنه يطلب من أمي أن ترفع له جزء منه للعشاء ما تأويل هذه الرؤية جزاكم الله خير هذا أخوها رجل يظهر أنه سوف لا يمسك المال وسوف تناصحه أن عليه أن يمسك إلا فيما كان موافقا وفي عقل وفي أثناء ذلك ستتحول المرأة بمشيعة الله بعد فترة من الزمن إلى محسنة تسعى ليس من مالها ولكن من مال غيرها ومن مالها اليسير لمساعدة الضعفاء والمساكين من النسوة وسوف يخلف الله على هؤلاء إلا أن الأخ الذي أشارت إليه فأكل من هذا الطعام سوف يجد كدرا وتعبا لكن لا يطول الكدر والتعب بل سيثيبه الله على ذلك وقد لا يتعدى كدره وتعابه أياما تعد بالثلاثة بمشيعة الله يقول سؤالي هو كيف الرؤية هذه رؤية رآها أحد إخواني ويريد منك أن تعبرها وقد تكرت معه ثلاث مرات والرؤية هي الآت أنه يرى أنه راكبا فرسا ويجري به في صحراء وتجري خلفه مجموعة من الإبل الموحشة وهذه في المرة الأولى وفي المرة الثانية رأى نفس الرؤية وفي المرة الثالثة رأى نفس الرؤية ولكنه رأى كذلك شخصا يكره رأسه ورأس إنسان أو يشبه رأسه ورأس إنسان وجسده جسد بعير فما هو تعبيرها هذا رجل إن كان لم يتزوج فسيتزوج امرأة صالحة لكنها جميلة سيؤذى بها ولكن ستنجو بمشيئة الله تبارك وتعالى وأما بالنسبة للرؤية الأخيرة فسيأتيه بعض النقص في المال لكن لا يضره بمشيئة الله يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد رأيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تقرأ على بعض الصحابة وكنت معهم بعض الأحاديث التي كانت مكتوبة على ورقة معها والتي منها قوله صلى الله عليه وسلم المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا والآخر قوله صلى الله عليه وسلم مثلا المسلمين في توادهم وتراحمهم إلى آخره فأفيدون جزاكم الله خيرا إن كانت متزوج هذه الرائية فستؤذى بقول ستؤذى بقول ولكن الله يكرمها بإيمان قوي لا تبالي وسيكون من حولها سيكون من حولها لا يقبلون هذا القول الذي قيل فيها وهذا يمضي حول أيام يسيرة فإن لم تكن متزوجة فسوف تتزوج رجلا عالما شابا صالحا بمشيئة الله إلا أنه معدد أو أنها ستتزوج زوجا شابا ليس معه أحد لكن عمره غير طويل والله أعلم وكل ذلك بمشيئة الله يقول فضية الشيخ رأيت شخصا في المنام وهو يؤذن فأرجو توضيح هذه الرؤية جزاكم الله خير هذا الرجل لابد من معرفة أحواله وهل هذا المؤذن يؤذن حقيقة أم لا على أي حال إن كان الرأي شابا فسيأتي إليه رجل يعرض عليه ابنته ولعل كل شاب يطمع بهذا بهذه البشرى أما إن كان متزوجا فسوف يؤدي عمرة أو حج أو عمرة وحجا قبل دخول أشهر للحج قبل دخول أشهر للحج أو عمرة وحجا نعم يقول مرسيئة الله نعم رأت زوجتي أنني وإياها نسير بالسيارة فوق ماء البحر ثم تكرر رؤيتها للبحر مرتين خلال أسبوعين ساشتركاني في تجارة فإن كانت لا تملك شيء فيمكن أن تبيع الحلي عندها وتشترك معه لكن يظهر لي والله أعلم أن الشراكة لا تدور مرسيئة الله نعم يقول يا شيخ رأيت أن الجهاد قام في إيران وأنني جاهدت وقتلت ثلاثة اثنان برشاش معي وثالث أصبته بالرشاش ولم يمت فرجفته فمات وأسر زميل لي وأسر زميل لي رجال فذهبت أحضر كشاف لي قد اشتريته حقيقة مهم في السيارة فلم أجد السيارة هذا الشاب أو هذا الشخص سيلتقي ببعض رافضة لكن سينتفع منه بعضهم والآخرون يصرون على ما هم عليه من ضلال نسأل الله العافية يقول رأت زوجتي أن عجوزا شمطاء حدباء قبيحة المنظر تركض نحوي وكأنها تعرفني وكأني قد بها شيء وكان معها خرقة وضربتني وضربتني في ظهري وسقطت وربطت فمي بهذه خرقة يقول أيها الشيخ قد أوتها أنه سيأتي مال ولم يأتي المال أو قد أوتها أنه سيأتي مال ولم يأتي المال حتى الآن مع العلم أنه لم أحصل على ترقية من العمل ولم يأتي مال حتى الآن أولا أن التأويل قد لا يعاجل الإنسان والتأويل أقصى ما يقارب الأربعين عاما وقد يزيد أيضا والأخ يظهر لي أن له أشهر ولا شك أنه سيأتي مال لكن بعد شدة فإن كان الشخص الآن لا يزال في الشدة فسيأتي إن شاء الله نعم يقول رأيت أنني أراضي أختي وأطلب أن تسامحني وقبلت رأسها ويدها تكرر هذا الحلم أكثر من ثلاث مرات مع العلم أن هجري لها بناء على أن الشيطان الذي دخل من زوجتي قال أي قال إنها هي التي وضعته ويقول الشيطان اذهبوا إلى الصندوق الأسود الذي في مستودعها حتى تفك السحر وأخرج من زوجتك أولاً أن الشيطان يعني الجني الذي دخل في زوجة هذا كاذب قالب الجن يكذبون غير صادقين والقراء الذين يقرأون على المصابين يعرفون عنهم الكذب وقل لما أنك تجدوا صادقاً إلا ما شاء الله نعوذ بالله من الكذب ونعوذ بالله من شرهم لنا ولكم الشيء الثاني أن المرأة وهي أخت الرجل لم تضع هذا الشيء بحسب هذه الحال الشيء الثالث أن هجرانه لأخته من قبيل الخطأ لأن دخول الجن في المرأة أو دخول الجنية في الرجل يعتبر هذا فسوق وظلم منهم والفاسق لا يقبل قوله ولا يقبل كلامه والشيء الآخر ينبقي له أن يطلب حقيقة منها العفو والسماع وأما كلامه اذهبوا إلى الصندوق الأسود الذي في مستوداعها حتى تفك السحر وأخرج من زوجتك فهذا غير صحيح وقد لا يكون سحرا وهذه المرأة يقرأ عليها لأنه في الغالب أن الجن إذا كانوا إذا كانوا بسبب سحر لا يخرجهم إلا القرآن قراءة القرآن بإذن الله تبارك وتعالى وعما السحرة فهم لا يستطيعون لهذه المناسبة السحر على ثلاثة أحوال سحر ما في الأرض إذا ما اشترك ما على ساحر ولا كاهن ولا أي جبار من جبابرة الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ثم قال فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير فأي عذاب يجري على العبد نفسيا أو بدنيا أو ماليا أو فكريا أو في مستقبل أو في حاله إذا أن الله قدره ما منعه ما نعه وإذا لم يقدر الله عذابا على العبد فلن يعذبه أحد وهذا لا ينافي فعل الأسباب من التخلي عن هذا العذاب إذا كان يجري على أحد باللجوء إلى الله والتضرع إليه وفعل الأسباب المشروعة إذن السحر على ثلاثة أحوال غيبي وهو ابتلاء والنوع الثاني بالطعام والشراب والنوع الثالث بالطيب إذا كان بالطعام والشراب أو بالطيب فلا يستطيع عليه السحرة لو جمعوا جنوده ما يستطيعون إلا بقطع الجزء الذي سكنه هذا الشيطان أو هذا الجني مثل سكن الكلا أو سكن القلب أو سكن شيء معين إذا ذهب هذا الجزء يمكن ولهذا يتعجل بعض من الناس إذا وجد في رأسه علم تعجل وهو أذن من الأذى إن بغي أن لا يتعجل بل عليه أن يقرأ على رأسه لعل الله أن يشفيه لهذا تتم من مشيئة الله تبارك وتعالى النوع الثالث من السحر قلنا الأول غيبي والثاني بالطعام والشراب والنوع الثالث لا قدرة على أحد للمسحور من الجن بالدخول في بدنه فأما ما يجري خارج البدن فأما ما يجري خارج البدن يمكن للسحرة إذا أذن الله بالشفاء وأما ما كان في الطعام والشراب والطيب الطعام والشراب والنوع الثاني والطيب والنوع الثالث فهذا لا يخرجه إلا القراءة القراءة من الرجل الصالح الورع التقي يمكن أن يخرج الله ذلك ولهذه المناسبة فهم على ثلاثة أحوال الحال الأولى يؤذون خارج البدن كأن واحدا معه يتكلم معه ويقول يقول كذا يقول كذا يحدثه بما يؤذيه وقد يعطيه بعض الأخبار يكرب عليه فيبغض ويكره ويحكد وغير ذلك حتى أنه بلغني أن أحد المصدر هذا سيأتي الحديث فيه إن شاء الله كما وعدت لبيان من له قدرة على من يقرأ على المصابين وكيف يتحصن العبد من الجن ومن السحر ومن الوسوسة سيأتي حديثه إن شاء الله يعلن عنه في وقته بمشيئة الله فعلى صاحب الرؤية أن يختار قال أن يقرأ على امرأته ممن جلس لهذا إن شاء الله نعم يقول رأت زوجتي أننا جالس هنا في الحام وأنا جائس في الصفوف القلفية وزوجتي ترتدي مشلحي وجاءتني وأنا جائس في الصفوف القلفية وكأني أشعر ببرد فدعت لي فذهب عني ما أجد ثم ذهبت أو ذهبت إلى عمتها أو ذهبت إلى عمتها وقاءت لها هل أعطيك ماء زمزم فقاءت نعم وضربت عمتها أن تحملها إلى مكان غير الذي هي جائسة فيه على كل حال إذا كان الرجل لم تحمل زوجته فستحمل وإن كانت في الأربعة الأشهر فسينفق الروح بإذن الله ومشيعته وإن كان كانت المرأة بالتسعة الأشهر فقد قارب وضعها لولد ذكر بمشيعة الله تبارك وتعالى يقول لقد كنت نائما فرأيت في منامي أسئلة الاختبار وكان عندي اختبار ذلك اليوم ولما جاءت الأسئلة كانت الأسئلة هي التي رأيت في منامي هذا حديث نفس وتركيز فكر حول المادة فأكرمت به أو أكرم به يقول يا شيخ إن جدتي رأت أخاها في المنام في مسجد فمسكت يده وقالت ما وجدت قال كل يوافق عمله فما تفسير هذا الحلو هذا سيحصل له خير إن شاء الله في أمل عمل أو في أمل آخر ما شيئت الله نعم يقول وليس للجدة من شأن نعم من رأى أنه يطلب العلم عند أحد العلماء ثم رأى مرة أخرى أنه يسمع على هذا العالم صحيح مسلم وصحيح البخاري وسؤال آخر يقول من رأى شخصا قريبا له يلقن الشهادة ثم نطق بشهادة وتوفي وبعد شهر تقيبا توفي هذا الشخص بالنسبة للذي يرى أنه يطلب العلم ورأى مرة أنه سمع صحيح مسلم صحيح البخاري أنه يسمع إن كان شابا فسيكون من أصحاب الحديث ولكن عليها لا أحرم نفسه من الفقه لأن الاكتفاء بالحديث دون الفقه عدم إدراك لكمال العلم وليس كل من وفق للحديث ولم يتعلم الفقه وما قيل أنه على قدرة كاملة بالاستيعاب فالعولة فالعولة لهذا الرجل إن وفق لدراسة علم الحديث أن يجتهد أيضا في علم الفقه وأما بالنسبة إلى الشخص الذي يلقن الشهادة ثم نطق بالشهادة وتوفي وبعد شهر تقريبا توفي هذا الشخص هذا لا يتعلق بالميت هذا يتعلق بالرأي سيتزوج فإن كان متزوجا فسيزوج مولية له يعني كابنة أو أخت مشيئة الله نعم يقول رأت زوجتي أن لي ثلاثة أولاد مع العلم أني متزوج منذ ستة أشهر هذا سيأتيه ثلاثة مبالغ من المال مشيئة الله نعم يقول رأيت أن جيراننا ألقوا في الشارع نخل نخل صغير كان عندهم فلما ذهبت لأخذه وجدت ابن خالي قد سبقني فأخذه قبلي فعلم أهلي بذلك فقالوا اذهب واشتره منه بخمسمائة ريال لا أستطيع أن أحكم عليهما ولكن يحتمل إذا كان الراء والذي رآه لم يتزوج فسيتزوج في آن واحد ويظهر لي والله أعلم أنه سيتزوج واحد مخطوبة الآخر وقد لا يكون لابن الخال أيضا شأن في هذه الرؤية ولكن قد في المعنى الثاني قد يتزوج امرأة ما تزوجها عنها بمشيئة الله يقول كان لي أخ قد مات ورأيته أنه صحبني إلى المسجد وهو ماسك بيدي فما تفسيرها ورأيت مرة أخرى أنني رأيته ابن عمي قد مات فما تأويلها هذا الرجل إن كان لم يسمي ولدا له بعد الزواج باسم أخي فسيسمي اسم ولده باسم أخي بمشيئة الله فإن كان قد سمى فهو سيأتيه أجر عظيم بسبب ابنه المسمى على أخي يقول أبي متوفى رحمه الله تعالى ورأت أختي الكبرى في المنام أن أبي يطرد بي ولكنه لم يلحق بي أرجو تعبيرها يقول ملاحظ هذا الحلم منذ ما يقالب عشر سنوات هذا الرجل له أمل كان أنه يخطب امرأة أو أنه يتزوجها لكنه لم يتحقق فإن لم يكن ففي منصب فإن لم يكن ففي تجارة مشيئة الله يقول رأى أحد الشباب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين وعلي رضي الله عنه معه راية ويسرع بها ويقول خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود وقد رأى هذه الرؤية ثلاث مرات فما هو معنى ذلك إذا كن الله خيرا هذه الرؤية هي التي أيضا تؤيد بعودة القدس إن شاء الله ولكن هذه الرؤية فيها شبه تحديد لفترة من الزمن والله أعلم هل تقاس بأشهر بقدر أعوامي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عن كل عام شهر أو بنفس المدة أو بأقل الله أعلم لكنها مبشرة بمشيئة الله والمعنى الثاني وهو يمثل عشرين بالمئة هو أن الرجل سيتولى بعد تخرجه عملا وظيفية ثم يحال إلى القضاء ثم يترك القضاء ويعود إلى العمل ثم يحال إلى عمل آخر وفيها بشارة له بطول العمر وبأجر عظيم كثير كبير على وفاته بمشيئة الله يقول شخصان رأيا في ليلة واحدة أنه يجري أنه يجري خلف حية فما هو سبب توافقهما في ليلة واحدة وما معنى الرؤية وما معنى هذه الرؤية تفسيره هذا الرجل يطلب مالا قرضة فإن لم فسوف يأخذ مالا قرضة بظروف تنفع مشيئة الله الحمد لله تقول السائلة بأنها رأت زوجها المتوفى وقد دخل عليها بهيئة حسنة وكان معه خروف أسود اللون وقال لها اذبحوه وكلوه وعندما ذهبت إلى حوش المنزل رأت ثلاثة خراف أخرى وسألته أنت الذي جئت بها فقال نعم واختفى جوابه أحد حالتين أما الحالة الأولى فيمكن أن يغبطوا في البيت فإن غبطوا في البيت فعلاج ذلك تغيير البيت مشيئة الله الحالة الثانية أنه ساهم في بر وساهمت زوجته بأكثر والله أعلم تقول أنها امرأة ترى نفسها في المنام بدون ملابس وتكون مشدودة الأعصاب تخشى أن أحدا يشاهدها بهذا المنظر وهذا الحلم تكرر عليها عدة مرات وتقول وكذلك رأيت أنني أغتسل وزال ما في جسمي من وسخ وبقربي عند الاغتسال بعض أقارب زوجي وكنت خائفة من رؤيتهم لي على هذه الحال رجاء تفسير هذه الأحلام لأنها شاغلتني جدا بالنسبة إلى أنها ترى نفسها بدون ملابس فيظهر أنها تخرج بدون إذن زوجها فإن كانت ليست كذلك بل تخرج بإذن زوجها فهي تعمل عملا صالح تخفي وهي أعرف بنفسها بالنسبة إلى أنها رأت أنها اغتسلت هذه صدقة خرجت منها ونفع الله بها يقول يقول رأيت أني وزيرا للإعلام أكثر من مرتين أفيدون جزاكم الله خير ترجمة نانسي قنقر هذا رجل النمام سيتوب إلى الله تقول أنا فتاة ملتزمة ولله الحمد عندما قمت وصليت قيام الليل ثم صليت الفجر رأيت وكأني في أحسن زينة كنت واقفة أنا وأمي خارج الملحق ودخلت الملحق لوحدي ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ولكن رأيت أبا بكر رضي الله عنه مليء الجسم وعمر رضي الله عنه نحيف فجلست أمام أبا بكر وكأني أشكو إليه أحوالنا الآن عندنا رجل مريض وهو أخي أرجو التأويل وجزاكم الله خيرا وتقول وأيضا رأيت وكأني أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأيضا كأني نازيت من درج المسجد الحرام والناس يصلون وصوت الإمام صوت جميل فقمت وصليت وسجدنا سجود سجود الصلاة إن كانت غير متزوجة أو متزوجة سيكون بينها وبين زوجها بعض الشيء الذي لا يضرهما بإذن الله فلا ضرر عليهم ورؤياها لأبي بكر هذا وقت الرخاء ورؤياها في وقت ورؤياها لعمر سوف لا يطول ما بينها وبين زوجها بمشيعة الله بل فيه أجر وأما كونها رأت أنها تعمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فقد يكون هذا لزوجها وليس لها إن كان غير ملتزم فسيلتزم بإذن الله وإن كان ملتزما فسوف يوفق لعمل وظيفي فيه أمر معروف فلا يعني منكر وأما نزولها من درج في المسجد الحرام والناس يصلون فإن شق بينهما يعني بين بينها وبين زوجها فسوف تتنازل رضاء للعودة إلى حسن المسيرة والعشرة مع الزوج وأحب أي امرأة أنها تقدم رؤيا أن تكتب عن حالها هل هي متزوجة أم غير متزوجة لأنه يختلف الحكم بالتعويل المشيعة الله يقول لقد رأيت والدي واسمه محمد أنه ركب ضرس تناياه العليا وقد تعجوت أنا وأخي من إتقان تركيبه هذا سيأتيه رزق آخر يعني مورد من الرزق إن كان عنده شيء يملك ولم يعجر فسوف يؤجر وإن كان موظفا فسوف يشتغل أيضا في المساء وإن كان المورد قليلا فسيكون كثيرا من مشيعة الله إلا أن هناك معنى صغير ضعيف حيث أنني لا أعرف حاله فليقبل قولي هو معناه أنه إذا دخل عليه الدرهم سوف لا يخرج منه إلا بكل كلفة وإن هذا التأويل لا يمثل إلا خمسة بالمئة وأرجو أن لا يكون كذلك فهو أعرف بحاله يقول رأيت أن مشلحي انقلب وبره من لون بني إلى رصاصي هذه الرؤية ضمن حلم لمعي منه شيء أيها الشيخ سبق أن أولتها لي ولكن لم أفهم تأويلك للرؤية وقلت تأويلها ذكرني أنقلب أنت أو أنت ينقلب ذكر صحيح أن أولت له قد زهم علي وقلت إنه يمكن أن هذا الحمل أو الجنين في بطن العن يظن أنه أنثى بواسطة الآلهة التي تنبئ عن نوعية الحمل فيقولون أنثى مثلا فإن قالوا أنثى فهو ذكر كذبت آلته وإن كان ذكرا يقولون فهو أنثى وقد عرض علي كمثل هذه الرؤية وقلت إنه سيأتي ذكر مشيئة الله حسب الرؤية فقالوا فقالوا إن الأشعة أثبتت أن الجنين في بطن أمي تلك المرأة في بطن تلك المرأة أنه أنثى وذهبوا إلى مستشفى آخر ومستشفى ثالث وكلهم قرروا أنه أنثى فتعجبت وكيف والتأويل أنه ذكر ولكن بفضل الله صدق التأويل وكذبت آلتهم وهم معروفون لا داعي إلى ذكرهم مشيئة الله يقول رأت زوجتي أنني وهي راكبين في السيارة ثم صاح طفل صغير في السيارة فسألتني ما هذا الطفل قلت لها إن امرأة قالت خذوا طفلي عندكم وباقي إخواني أمسكهم عندي وقالت إن السبب هو أنه سيكون حرب وبعد المضي سبع سنوات قالت أعطوني طفلي فأعطيناها إياه هؤلاء ساعدوا أناسا ومرت الأيام والذين حصلت لهم المساعدة قد أغناهم الله أو قواهم الله وردوا الجميل للرأي جاءني هذا السؤال أن المرأة التي رأت أبا بكر وعمر في الملحق وباقي الرؤية هو أنها شابة غير متزوجة ولا تدرس على كل حال لها كأويل وهو أنها قد تتزوج قاضياً من القضاء وقبيل القاضي أنها قد تتزوج ولكن قد لا يكون وفاق ولا يتم الزواج وقد لا يتم العقد فإن تم فإن تم فقد يكون الزوج هو الذي أخذها سوف يكون قاضياً بعد فترة من الزمن وهذا هو الأرجح أنها تتزوج رجلاً مآله إلى القضاء فإن لم يكن إلى القضاء فسيكون رجال العسبة العامرين بالمعروف النهين عن المنكر وهذه بشارة لها وأعتقد أن السامعين الذي لم يتزوج منهم كل يرشح نفسه لكن الحمد لله أن الشيء مجهول يقول لقد رأيت أختي وهي ميتة وملقات في البيت وعورتها بادية وأهلي يبكون فدخلت عليهم وقلت لهم لما تبكون عليها ولم تبكوا على أمي مع أن أمي أفضل منها فقالوا إن أمنا في الجنة إن شاء الله أما هذه فلا نعلم ما مصيرها ولكم جزيل الشكر الأخت لا شأن لها الأخت لا شأن لها ولا خطر عليها ولم يصدر منها أيضا بلى وإنما سيحصل في البيت شيء يفرح الأسرة بكاملها وعندهم هم الله أعلم بحسب الرؤية فعندهم هم أو غم أو اهتمام بشيء البشارة لهم عن قريب بعد الرؤية بمشيئة الله بالفرج أو بتحقيق الأمل بإذن الله بمشيئته يقول فضية الشيخ يوسف قد احتلمت مرتين تقريبا أنني قد أتيت مرأة أخي قبل الأكبر أي يعني قد زليت بها فما تفسيره المرأة لا علاقة فيها ولكن يحتمل من صدقة رؤياه يحتمل أنه يسافر الأخ أو ينشغل الأخ ينشغل الأخ في أمر من عمور دنيا ويقوم هذا الرائي بالخدمة في بيت أهله أو يقوم هذا الرائي بعمل أخيه بمساعدة أخيه بظرف من الظروف التي لا ضرار فيها وليس للمرأة من فعل فاحشة ولا علاقة للمرأة هذا هو ما ظهر لي وهو الصحيح إن شاء الله يقول امرأة متزوجة وترى في المنام أنها تتزوج شخص آخر فما تفسيرها جزاكم الله خير هذه سيضاف إلى عملها كانت مدرسة وأود أن الرائية تبين هل هي مدرسة أم ربة بيت هذا هو الأخضل وهل متزوجة أو غير متزوجة ولكن يتبين لأن المرأة تقول أنها متزوجة فهي سيضاف إلى عملها عمل آخر إن كانت عاملة يعني وظيفة فإن لم تكن عاملة وهي عندها خادمة شغالة شغالة فلتستعد بأنها ستقوم بعمل الخادمة لفترة من الزمن فإن كانت فهناك عمل سيضاف إليها والأعمال كثيرة كأخت تكون مثلاً في التمريض لها أو ما شابه ذلك من الأمور والرؤية مبشرة بأجر وثواب بمجرعة الله ومن باب التغيير فقد ورد عدة أسئلة تسأل الشيخ يقول هل صحيح أنكم فسرتم رؤية عن الشيخ عائد القرني أنه سيصل إلى مكانة عالية أو أنه سيرجع إلى الدروس والمحاضرات وأيضاً رؤية أخرى فسرتمها عن الشيخ عبد المحسن إذا كان أنه سيصل إلى مكانة مرموقة وعالية وهنا آخر يقول سمعنا أنك عبرت في عودة حكومة الصباح وهل هذا صحيح وسمعنا أنك عبرت سلامة المصفات السعودي وهل تعطينا بعض المشاهد التي حصلت ونود من الشيخ جزار الله خيراً يعني نتوقف على أسئلة قدرينة ونعود إليها أن يذكر لنا من أغرب الأشياء التي مرت عليه وفسرها ووقعت كما فسر السائلة تقول هل صحيح أنكم فسرتم رؤية عن الشيخ عايض وعن الشيخ العبي كان نعم فسرنا بأنهما سيعودان للعمل مشيئة الله وأنتم تعلمون أن الحكومة وفقها الله تعتبر العلماء كأبناء لها وتعتبر الأشخاص المحبوبين من أقرب أيضاً الأحبة إليها فعين الصخب لا تطول عرف عن هذه الولاية أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها سبباً لعزة الإسلام والمسلمين وأن تكون دائماً في خدمة هذا الدين في المشارق والمغارب وأن لا يجعل أولياء عليكم كمثل الأمم الأخرى التي تنال البلاء والعداد وأن يصلح الأولياء في تلك الأمم فلا شك ولا ريب نحن نعد عودتهم بإذن الله مشيئته إن لم يكن بالأيام فبالأشهر إن شاء الله وبالنسبة إلى السؤال الآخر أنني عبرت عن عودة حكومة آل صباح قبل سبعة أشهر أو ثمانية أشهر من إقامة الحرب اتصل بي محمد الشمري وهو معروف ممن يقرأ على المصابين في النسيم اتصل بي وعرض علي عدة رؤاء واتصل بي غير عرض علي عدة رؤاء وأمليتها عليه أمليت عليه الجواب واستأذن أن تنشر بجريدة السياسة الكويتية في صفحة كاملة وقد شاركني بالجواب شخص استبشر ولكنه لم يعبر ومعلوم أن أي إنسان يدل بدل بالتعبير بالتبشير لا بأس إلا أنه لا يجوز له أن يقول سيحصل كذا يقول خير يقول هذه بشارة لك هذا طيب ومأذون له شرعا أما أنه يقول سيحصل كذا وكذا وهو لا علم له فهذه كهانة لا يجوز وعليه أن يتوب إلى الله وغالب الكتاب الذين كتبوا في التعبير غالبهم قد تحملوا إثما بذلك لأن هذا علم يمن الله به على من يشاء من العباد فلا يجوز للمؤمن أن يدلي بدلوه إلا على علم وعلى بصيره لكن إذا قال أرجو أرجو أن يكون كذا أستبشر لك بأن يكون كذا كمثل رجل مقدم يطلب وظيفة وقال أنا رأيت كذا كذا يقول أرجو أرجو الله أنه يتحقق طلبك هذا بالوظيفة هذا لا حرج كمثل هذا أما أنه يقول سيحصل كذا وكذا وكذا عينا بلا علم وبلا بصيرة فهو آث بدون شك وينبقي لنا أن ندرك أن التعبير كمثل الفتيا ينبقي للمؤمن وكمثل الفتوى ينبقي للمؤمن أن نتوقف عن ما لا علم له كما جاء ذلك في كتاب الله فكذلك أيضا بالنسبة إلى التأويل هذه موهبة من الله قد تكلمت في اللقاء الأول إشارة عن ذلك أنه يوهب الشخص منذ أن يبلغ العشرة الأعوام فالذي سعلت حولها الآن نعم أولت وكتب في هذه الصفحة ما يلي أن آل صباح سيعودون بمشيئة الله وأن الجيوش ستقتحم الكويت بمشيئة الله وأن القيادة ستكون للجيش السعودي بمشيئة الله وأنه سيتم ترتيب العراق والذكي يدرك معنى ترتيب العراق وأنه سوف يكون صحوة إسلامية في الكويت بمشيئة الله وأنه سيكون صحوة إسلامية في العراق بمشيئة الله هذا سجل بالصفحة قبل بدء الحرب بسبعة أشهر عليكم أن تبحثوا عن هذه الصفحة ومن وفق فليزودني بهذه الصفحة لأنني قرأتها وفقدتها شاهدوا في ذلك نسمعكم شيئا مما حصل من الرؤى واحدة حضر إلي أحد الكويتيين وأصلهم من السعوديين قال رأيت خريطة الكويت وقد لوت زرافة عنقها على هذه الخريطة فقلت الجيوش ستقتحم بمشيئة الله لأن الزرافة عرفت بالبقع في جلدها من أشكال عجيبة بالنسبة إلى الصحوة في الكويت كثير من الناس يظن أنها لا تزال ولكن ولكن بذورها بادية بفضل الله وأما بالنسبة للعراق فحياتها الآن تختلف عن حياتها السابقة ففيها صحوة إسلامية لكنها بعيدة عن الأخطار من قلبي العراق ونرجو الله تبارك وتعالى أن يجعل الدائرة للمسلمين هناك اللهم اجعل الدائرة لهم في بلادهم اللهم اجعل الدائرة لهم في بلادهم اللهم وأنجز ذلك وحقق للمسلمين نصرا عاما بالنسبة إلى بدء الحرب قبل ثلاثة أيام أو أربعة أيام هذا لم ينشر ولكنه اتصل بي أحد الشخصيات البارزة والذين لهم تاريخ لعبائهم وقال لي رأيت كذا وكذا وكذا قال وهذا لم ينشر قال أني رأيت فيلا أو دبا وفيه طير هذا الطير سماه وهو من الطيور المفترسة تشاجر هو وهذا الدب أو هذا الفيل بالجو وانتهى بهما الأمر سقوطا إلى الأرض وقام النسر الذي هو الطير يفترس هذا الدب وانشق الدب أو الفيل وخرج منه حيوانان ذهب حيوان إلى جهة والآخر إلى جهة وعاد الحيوانان والتقى كل منهما بالآخر بالثم قلت بعد أيام تعد بالثلاثة والله أعلم لمشيئته ستبدأ الحرب جوا وسيتغلب من يخدم المسلمين مع المسلمين على أولئك وسانقسم أو تنقسم بلادهم إلى قسمين ثم بعد ذلك يعود القسمان للالتقاء اقتصاديا فقط بالتعاون اقتصاديا لأن الفم يمثل الاقتصاد وسألني قبل ذلك بأشهر شيخ من المشايخ معروف من الدعاء قرأيت كذا وكذا وكذا قلت لا خطر على ما تملكه هذه الولاية في منابعها البترولية بفضل الله والرؤية صادقة هذا ما كان قبل الحرب ونرجو الله تبارك وتعالى أن يزيد أعداء المسلمين في هذه البلاد بعدا وقمعا وخوفا ورعبا وضعفا حتى لا ينال طامع بالمسلمين في هذه البلاد ولا بعوليائهم الصالحين الله وهذا تأييد لكلام الشيخ ساي يقول سألتك يا شيخ قبل يومين بالهاتف بأنني رأيت أنني متزوج زوجة أخي وقلت إنني سأخلف أخي في عمله بعد سفره وبالفعل في اليوم الثاني اتصل أخي بي وطلب مني أن أقوم بعمل ما بعد سفره إلى خارج البلد وجزاكم الله الخير حسنت حسنت والأسئلة أسئلة الأسبوع الماضي لم تنتهي بعد وجاءت أسئلة أضعاف أضعافها فما رأي الشيخ لو يعني بعد الصلاة لمدة ساحة لا مانع إن شاء الله إن شاء الله إذن بعد الصلاة من كان مشغولا فزاه الله خير ونصلي إن شاء الله بعد الصلاة نكمل أسئلة شكرا